اليوم هسته مثلا سيد داود العزاوي يقول لك لا احنا نريد اللي زور ينسجن اللي ظلام ينسجن هاي صراعات هاي شنو هاي صراعات انا بالنسبة لي صار لي اكثر من فقل لك وسبت ال40 سنة انا في الرياضة العراقية يعني اللي دور في صراعات واني ازجن سين وصاد وعين لا كارثة انا من المفروض اذا حريص على الرياضة العراقية انا اقوم الرياضة العراقية واخلي النظام اساسي متين في الرياضة العراقية يصير الى اجيال تمشي عليه احنا مريد تطوير الرياضة العراقية ولي اساء مثلا يعني خلاص هاي يا بوس عمك بوس خالص لا 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 لسا ما راح يبقى بس مجرد توخرى يعني خلاص هاي لا 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 تمنين الجيل يعني هسا باشر نحل الاتحاد ام اوكي اي من اين راح يجينا المشكلة المشكلة في الاندية في القوانين وليس في الاشخاص الاندية الاندية قوانين والاندية هسا انت من راح يصير نظام قانون للاندية والاتحادات هو من يجيب ليش الاندية تفرض بالهيئة العامة لو الرئيس يجيين ليش ما اجيب شخصية كفوءة اكاديمية يعني اكاديمية مو عند شهادة اكاديمية من العاملين في المجال الرياضي من العاملين في الاتحادات بالاتحاد الوطنية او بالاتحاد الاسوية والاتحاد الى انه تعرف التعليمات واللوائح مع البطولات وهذا تتغير سنويا ما تبقى ثابتك